نقلت وسائل إعلامية أن ضربة إسرائيلية أصابت مستودع أسلحة لميليشيا حزب الله الإرهابي في مطار دمشق إذ يدير النظام الإيراني من المطار جسرا جويا لإمداد حلفائها وتشارك ميليشيات إيرانية ولبنانية وعراقية وأفغانية إلى جانب ميليشيا الأسد في النزاع الدامي المستمر منذ 2011 وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قال في وقت سابق إن انفجارا ضخما ضرب المنطقة المحيطة بمطار دمشق الدولي في حين تحدثت مصادر معارضة عن وقوع غارات إسرائيلية